بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع خداه الآن الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلته التي هي قدوة لنا وجد نفسه أمام قضايا القضية الأولى كانت البحث عن أرض يستقره فيها ووجد هذه الأرض البحث عن أنصار يساندونه ويدعمونه وينصرونه وجده في الأنصار إذن فئة البدء التي هي المهاجرين والتقت بفئة التمكين التي هي فئة الأنصار لكن دائما وأبدا معادلات الأوطان لا تنتهي إلى هذا الحد كيف يمكن إيجاد تعاقد داخل المجتمع الجديد لمحاولة إعادة الاستقرار لهذا المجتمع الجديد وفق توافق محلي ووطني بين المكونات المختلفة فكيف يمكن استيعاب فئات مثل اليهود والنصارى إذا وجدوا وإذا كان هناك فئات من المشركين بالإضافة إلى تناقضات الأوس والخزرج الداخلية بالإضافة لفئة المهاجرين الموجودة إذن عندنا تنوع من صح التعبير بشكل من الأشكال فيه انقسامات محددة سواء على أساس الجغرافية أو على أساس الدين أو على أسس أخرى غير هذه الأسس الموجودة نتيجة الصراع الخفي الذي كان يدور مع المنافقين والناس الموجودين إيجاد التوازن بين هذه العلاقات وإيجاد تعاقد اجتماعي كان هو محاولة وثيقة المدينة فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بأن يوجد الأرض ولا أن يوجد الأنصار ولكن لأنه كان يرى بمنظار الدولة في هذه اللحظة التعاقد ضروري جدا والتعاقد السوي ضروري جدا بين مكونات الوطن وفئات الموجودة في رغب اختلافهم ولذلك جاءت وثيقة المدينة لتقول أن اليهود والمسلمين يد على من سواهم وأنهم سيتعاونون في نصرة بعضهم البعض إذا غزى أحد من خارج المدينة المدينة وأنهم فيما بينهم يتسالمون على حل الإشكاليات الموجودة بينهم على الطرق التوافقية التي كانت موجودة في ذلك العصر هذه المفاهيم الكبرى الأساسية إذا نبحث عنها أننا في مجتمعات جديدة ونحتاج إلى تعاقدات مع هذه المجتمعات وهذه التعاقدات تتم معه ناس قد يختلفون معنا دينا وقد يكون بعضهم يكيد لنا كيدا بالليل والنهار إيجاد التعاقدات الأسلم لمجتمع معين هي أيضا فن من الفنون فيه قدوة لنا الرسول عليه الصلاة والسلام قد تختلف المجتمعات فوثيقة المدينة قد لا تصلح لنيويورك وقد لا تصلح حتى للقاهرة أو تصلح مثلا لدمشق أو قد لا تصلح مثلا لباكستان ولكن فكرة التعاقد وإيجاد حلول بيدية بين مكونات المجتمع المختلفة لإحداث استقرار قانوني في المجتمع ضرورة من الضرورات أين نجدها؟ نجدها في الرسول عليه الصلاة والسلام كقدوة وكان لكم في رسول الله أسوة حسن هذه الأسوة التي تركها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة التعاقد الاجتماعي تبقى أثرا ضخما للبشرية في إدارة هندسة المجتمعات المختلفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته